السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ملأ الاحترام والتقدير للقيمة والقامة العلمية للاستاذ الدكتور عمر الورداني وفريق العمل وزعل الله هذا العلم والعمل في نزان حسناتكم يا رب يا رب يا استاذ احمد حضراتكم مصدر العلم وانبوعه اتفضل يا استاذ احمد مع حضرتكم احمد عروج ارض الجنين غرب الشبرة قيمة اهلا وسهلا تفضل في الاوانة الاخيرة وجد المتصدقون صعوبات جمة في توزيع صدقاتهم ليه بقى في اختيار من يستحق الصدق حيث ان قد تفشت في الاوانة الاخيرة في المجتمع ظاهرة التسول ارجو من حضراتكم ان تلقوا الضوء على جزاء او اعقاب من يتسول بدون حاجة للتسول طيب حاضري فرم يعني يا دكتور حتى بتضرب المجتمع في مقتل يعني مظهر المجتمع احسنت احسنت فضح الله عليك يا استاذ احمد في الحقيقة ان التسول في الحقيقة بيبقى صحيح هو ده تنوع من انواع تقديم المصلحة الفردية على المجتمع كله المجتمع كله بيحس لما يكون فيه ظاهرة التسول لما بتزيد المجتمع كله بيحس بالتهديد الناس مش متصورة المجتمع كله بيحس بان المجتمع فيه حال غلط ان الناس مش بتتكافل لكن انت لما تبص مثلا على التحالف الوطني للجامعيات الاهلية لما تبص الكم الخير اللي موجود في كل المؤسسات لما تبص في ما يقوم به بيت الزكاة اللي بيقوم بالتحالف كل اللي بيقوموا بيه ده كله بيقول ان الناس لا الناس متكتفة الناس متفعلة الناس مع بعض اه محتاجين نستمر ونكمل اه طب ايه حجات التسول ده اه حجات التسول دي مهنة ولا عزب الله هو من اخس المهن التسول مهنة من اخس المهن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الطريقة هي طريقة تجعل الانسان يسود وجهه امام الرحمن الراجل جيه تسول فرسول الله قال له لا ما تسوالش تعال اعلمك تعال اعمل مهنة فروح حاتل في بيتك ورسول الله اعمل مزاد وباعه بدرهمين جعل واحد في بيته يجيب بيه اكل واخد وجاب بيه بلطة وقطع الشجر وايه اللي حصل واشتغل بمهنة الايه بمعنة جمع الحط وبعدين ايه اللي حصل فجي لرسول الله عليه وسلم وظاهر عليه بقى النعمة فرسول الله عليه وسلم قال هذا خير لك من ان تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة اهوز بالله ده احنا الواحد ما بيصدق بس انه لا نكتة سوداء وواضح انها تبقى وصمة فدي وصمة اخروية فالتسول ده حاجة سيئة والتسول هذا المال اكله لاموال الناس بالباطل اكل اموال الناس بالكذب وللدعاء وتشويه الجسد وتشويه خلق ربنا سبحانه وتعالى التسول جملة من المصائب جملة من المصائب ويكفي اشعار الناس هذا الذنب العظيم اشعار الناس بالقلق واشعار الناس بان الخير ما بقاش موجود وده والعزب الله ذنب عظيم ولذلك التسول جريمة التسول جريمة ويستحق انه جريمة وهو جريمة دينية وجريمة شرعية يستحق صاحبها التعذير لما يقع من الضرر على المجتمع وكمان جريمة مجتمعية لانه بيخل المجتمع في حالة عدم امان اجتماعي ولذلك التسول شيء رديء يجي واحد يقول لي بس يا مولانا ما هو ده الاتقان بقى هو دي الخديعة ولذلك انا لا احب ابدا ان نعطي لمتسول الشخص اللي بيرده القرش والقرشين دوت مش هو دوت الفقير الفقير هو اللي بي اللي ويترك ولا يسأل الناس تعفوفا الناس دولة بياخدوا من اموال الناس المستحقين فلذلك لابد ان احنا ننتبه لو ان الناس امتنعوا انهم يعطي للمتسولين لن قطع زائرة التسول من المجتمع فانت احنا علينا كلنا علينا واجب ان احنا ما نديش لحد متسول ونعطي لأسحاب الاستحقاق الحقيقي واحنا نستطيع ان احنا نعرفهم بسبب الحال الاقتصادية نستطيع ان احنا نصل الى الناس مش عارف اذهب الى المؤسسات المعتبرة المؤسسات اللي هي موسوخ فيها كل مؤسسات التحالف او حتى كل المؤسسات دي هي مؤسسات موسوخ فيها وتستطيع ان انت تعطي من مال مال الصدقات ومال الزكوات هو دوت اللي احنا بنقع عليه لانه ما ينفعش ان احنا بناء ان احنا بنعمله ده نهدر الاموال مع الناس محترفين النص والخداع والكذب وكأننا بنكافئ الناس دي على كذبها وقدرتها على التمسيل